الشعب يريد إصطاق النظام على صد انتفاضة تشرين الشعبية ضد الحكومة وفسادها الآلاف من المحامين العراقيين يتظاهرون في بغداد رفضا للفساد والقمع الحكوميين وتغييب القانون لا خيار لديكم سوى الاستجابة لمطالب الشعب هو الشعار الذي تبناه محامو العراق خلال تظاهراتهم التي جابت شوارع بغداد لتسمع شركاء العملية السياسية بأن كيل الفساد قد فاض وصبر العراقيين نفد بعد أن باتت مؤسسات الدولة أشبه بالإقطاعيات التي تعمل لحساب أحزاب السلطة الحاكمة تقول نقابة المحامين العراقيين إن أبرز مولدات الغليان الشعبي هو التدهر في حياة المواطنين العامة وتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة وتدني مستوى الخدمات الأساسية وانحطاط قطاعات التعليم والصحة وخروج قطاعات الزراعة والصناعة عن الخدمة بجانب انعدام الأمان وانتشار البطالة والفقر وسرقة المال العام والجريمة المنظمة المتظاهرون طالبوا بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين والمعتقليين من المتظاهرين السلميين والكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين قسريا في جميع مدن العراق وإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تصب في مصلحة الأحزاب الحاكمة حصرا وتكرس الإنقسام الطائفي والمجتمعي ويبدو بأن رصاص القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب الذي اخترق صدور ورؤوس المئات من الشبان المتظاهرين لن يمر هذه المرة دون حساب وعقاب فالآلاف من المحامين أكدوا أنهم وكلوا أنفسهم للترافع عن ضحايا التظاهرات ضد قتلتهم ومعتقليهم بدون مسوغ قانوني في جميع المحاكم المحلية تظاهرات المحامين العراقيين والشعارات التي رفعوها ثم ما جاء في بيان نقابتهم يعتبره مراقبون دليلا على اعتراضهم على مؤسسة القضاء في العراق وعدم نزاهتها بعد أن سيست لتخدم مصالح الأحزاب السياسية منذ عام 2003 تصاعد نشاط النقابات المهنية المحلية وتناغمه مع سير انتفاضة تشرين دليل آخر على أن ثورة العراقيين ليست ثورة البسطاء والمعدومين مثل ما يراد تصويرها إعلاميا وإنما هي ثورة جميع شرائح المجتمع بمختلف مستوياتها وتوجهاتها ومشاربها باستثناء الطبقة السياسية ومنتفعها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر